اصدرت مجموعة الصيني للالامي تعليقا بعنوان روح مكافحة الوباء هي قوة دافعة قوية لتقدم الشعب الصيني بالرغم من اعبائه الثقلة قالت فيه ان الرئيس الصيني سي جنبينغ القى خطابا مهما في اجتماع لتكريم نماذج يحتذا بها في محاربة كوفيد 19 عقد صباح يوم الثلاثة استرجع فيه العملية نذيرة الصينية لمكافحة الوباء مشيرا الى ان الصينية صاغى روحا عظيما لمكافحة الوباء في المعركة الباسلة ضد الوباء العنف واكد الرئيس سي ان النضال ضد الصعوبات هو صراع مادي وايضا مجابهة روحية مشيرا الى ان مكافحة الوباء في الصين تعكس روح الصين وقوتها ومسئوليتها بشكل كامل ولخص الرئيس روح مكافحة الوباء بات باري سمو الحياة وتضامن ابناء الوطن وتضحية الذات واحترام العلم ومشاركة المصير الواحد في خطابه ايضا اوضح سي جنبينغ بعمق الوعي والعلم الذين جلبتهما محاربة الوباء من ستة جوانب قيادة الحزب الشروع الصيني وقوة ارادة الشعب الصيني من المزايا المهمة للنظام الاشتراكي بخصائص الصينية والقوة الوطنية الصلبة المتراكمة منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية والقيم الاساسية للاشتراكية والروح القوية لثقافة الصينية التقليدية الممتازة علاوة على النداء الواسع لبناء مجتمع المصير المشترك للبشرية هذا ليس فقط ملخصا شاملا لتجربة الصين بمكافحة الوباء ولكنه ايضا مصدر ثقة ودافع للصين لتحويل الازمات الى فرص والمضي قدما بحزم نهو نحو الاهداف المحددة